وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي تحياتي لك سيد العميد نبدأ من المعطيات معطيات عديدة أمامنا الضربة السابقة كما كنا نتابع كان الاحتلال يقول أن المستهدف في ضربة نويري وفيق صفى القياد الكبير في حزب الله أوقعت عددا من الشهداء والجرحى بالإضافة إلى أنها خارج الضاحية هذه المرة على اعتبار المرات السابقة أيضا كانت خارج الضاحية كالباشورة والكولة برأيكم منسوب والاحتلال بدأ يرفع من وتيرة الضربات خاصة خارج الضاحية لم تعد هناك مناطق محددة في الضاحية بل أن لبنان كله أصبح مهددا وساحة حرب صحيح يعني الخطورة في هذه العمليات أنها استهدفت الكثير من المدنيين والجميع يعرف أنه عندما يريد استهداف شخصية معينة لديه قدرة العدو الإسرائيلي لديه قدرة على الاستهداف النقطي في أي منطقة من المنطقة اللبنانية لأن الخطورة اليوم هو تبرير المجازر بحق المدنيين عبر أنه يقول أستهدف أحد البارزين في حزب الله أو قيادة كما يحدث في غزة نعم صحيح وهو القادر على أن يستهدف شخصية بحد إزالتها لذلك هذا الخطير والواضح أنه كلما كان لديه عجز في الميدان في الجنوب اللبناني يقوم بهذه الجرائم الكبيرة ليس فقط في بيروت فقط في الضحية الجنوبية إنما هناك مجزرتين كبيرتين حصلت في نفس التوقيت في البقاع الأوسط الذي هو كذلك بنفس التكرة الخاصة بمناطق بيروت أنها مناطق مختلطة من كافة الطوائف في لبنان ومن كافة الأطياف السياسية في لبنان في بلدة الكراك وبلدة رياق وهي بلدات مختلطة هذا يعني هذا يؤكد أن العدو الصهيوني يريد أن ينفس غضبه الذي يحصل عليه نتيجة عيز الميدان ما حصل في اللبوني خلف مركز اليونيفر هو استغل وأخذ مركز اليونيفر كغطاء وكدرع بشري للدخول باتجاه الأراضي البنانية بضعة أنطار لأنه استضم بسد دفاعي كبير في تلك المنطقة فقام كذلك بالاعتداء على مركز اليونيفر هذه المجريات بكاملها تشير إلى أن العدو في الجنوب يعجز فيحاول أن يغطي عن عجزه أمام الإعلام باهتمام الإعلام العالمي والعربي باتجاه المجاز التي تحصل التي يرتكبها في مناطق أخرى لكي لا يتلاوى الإعلام موضوع عجزه وموضوع جرائمه التي بالتوصيب فيها القانوني من موضوع الدرابات إذا سلمنا بهذه الفرضية نعم عفوا المقاطعة سيدة العميد نضال أمام ما تفضلت به حول أن الاحتلال يذهب للتغطية على إخفاقاته العسكرية وخسائره في الأرواح في جنوب لبنان وفي الاشتباكات الضارية بالذهاب إلى المدنيين ارتكاب المجازر كما هو الحال في غزة لم يختلف كثيرا سوى المناطق التي اختلفت هل أنتم متخوفون من قادم الأيام أن يكون هذا السيناريو في كل خسارة للاحتلال في جنوده يذهب إلى مجازر ومجازر قانة وغيرها من المجازر الماثلة في ذهن المواطن اللبناني حاضر اليوم أمام هذه العقلية الإسرائيلية نعم صحيح التخوف من الشعب اللبناني اليوم والقيادين اللبنانيين من الواضح أنهم يتخوفون من توسعة المجازر في لبنان وخصوصا هناك مؤشرات في أنه يريد استهداف بعض المراكز الإيواء التي نزح إليها أهالي جنوب لبنان والضاحية الجنوبية ومع بعض المناطق البقاء مراكز الإيواء اليوم هناك بعض الأعلام اللبناني الذي يحرض أن في داخلها عناصر لحزب الله ومن نفس الوقت أن هذه المراكز الإيواء كان قد ضبط بعض العملاء يصورون تلك المراكز ويصورونها قبل الاستهداف وبعد الاستهداف في منطقة بيروت واليوم قد ضبط أحدهم في منطقة صغرتة يصور هذه المراكز الإيواء مع بعض المستشفيات مما يعني أن العدو يحضر لمثل هذه المجازر بعض الأعلام اللبناني يريد يعني يصوق لهذه المجازر وبعض اللبناني يصورون يعطون أحداثيات لهذه المراكز الإيواء نعم صحيح طيب على ذكر اليونفل أنت أشرت إلى أن الاحتلال لا يرى أحدا أمامه من الأمم المتحدة إلى الإدارة الأمريكية ذاهب في هذه بين قوسين الحرب كانت في غزة وفي لبنان حرب الإبادة والمجازر كانت القوات اليونفل أصيبة جندي إيطالي كان ممثل دولة الاحتلال في الأمم المتحدة داني دانون طالب من خلال تصريحات له بنقل مقرات اليونفل الدولية إلى خمسة كيلومترات في داخل لبنان يتسنى للجيش القيام بعمليات إلى أي حد ترى هذا التبجح الإسرائيلي مطالبة قوات دولية بإزاحتها والتحرش بها في إطلاق النيران على جنود في المنطقة من خلال الاشتباك والذراع التي أشرت لها سيد العميد لنكم مواضحين أن قوات اليونفل في منطقة جنوبية ليست عائق بأننا تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي واتجاه لبنان وهذه المراكز هي مراكز منتشرة ليست فقط داخل الحدود إنما داخل العمق الجنوب الليطاني بشكل عام يوجد مراكز لهذه اليونفل والانتشار واضح أنه لا يعيق تقدم الاحتلال الإسرائيلي إنما في بداية الإعلان عن العمليات البرية حدث عدد أمور قد تدخلت اليونفل فيها من ناحية فقط تأكيد أو جزم بعض المسائل لذلك هو يريد اليوم تصوير حالة انتصار في مناطق الجنوب كما فعل في بدايات المعارك عندما أظهر بعض المشهديات وأنه قد دخل إلى أنفاق وقد دخل إلى مناطق عديدة في الجنوب اللبناني رغم أنه لم يكن تقدم سنتيمتر واحد وقامت اليونفل بالإعلان أنه لا يوجد حتى الآن قطر للسياج الحدودي وهذه من واجبات اليونفل هي أبرأت إسرائيل يومها أنه لم يدخل باتجاه الأراضي اللبنانية فكل هذه المشهديات التي اخترعها في حينه الإسرائيلي بأنه قد دخل وتوغل في الأراضي اللبنانية قد كذبته هذه اليونفل هذه القوات لذلك اليوم أعتقد أنها ليست فقط بمنظور أنها يعني كمعيق لتقدمه إنما يريد أن يخترع بعض التفاصيل لكي يظهر أن هناك صورة نصر ما في منطقة الجنوب بعض المراكز العسكرية الخاصة باليونفل على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة هي أصلا معيقة للعمليات العسكرية ضد المراكز العدو الإسرائيلي على هذه الحدود كمركز العباد في الجنوب اللبناني رغم هذا المركز العباد حتى اليوم لم يخصف ولا مرة من قبل المقاومة حفاظا على أمن اليونفل وحفاظا على سلامة أمن العسكريين المعجدين لحماية اليونفل ترى محاولات الاحتلال للزج باليونفل من خلال طوريط حزب الله بهذا الأمر طحيح هذه المشهدية بشكل عام يعني تؤكد أن الاحتلال هو أصلا متفلت من عقاله ومتفلت من العقاب الدولي ومتفلت من السياسة الخارجية ليس لديها أي معوقات دولية ليكون منضغط أفعاله الإجرامية ليس فقط في الجنوب إنما في كافة المناطق اللبنانية ما يتضح حتى اليوم هناك أعمال عسكرية يقوم بها في كافة الأراضي اللبنانية تفضل طيب أخيرا لو تكرمت بإجاز سيادة العميد أمام التصريحات العديدة المتكررة دأبت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هيرس بدعوة طبعا الأطراف في المنطقة إلى وقف اطلاق النار وفي غزة وفي لبنان وعدم اتساع النيران في الشرق الأوسط هل ترى تصريحات هيرس هي عقيدة مؤمنة بها في تحرك إدارة أمريكية أم أنها استكمال لسياسة بايدن في محاولة احتواء الموقف في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة في المنطقة حاليا صحيح يعني إذا ما درسنا الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط في المنطقة الشرق الأوسط بشكل عام نجد أن هناك يوجد استراتيجية حقوقية ومنها عدم تفلت الأمور من عقالها في المنطقة الشرق الأوسط لأن هناك العديد من المحددات دخول الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة في هذا الصراع وهي مجبرة في بعض القوانين والمعاهدات الدولية بينها وبين الكهان الإسرائيلي بحال توسعت هذه الحروب أن تكون داخل هذه المعركة خصوصا إذا كانت معركة مع إيران مثلا ولكن هناك محددات عديدة للولايات المتحدة الأمريكية منها الانتشار العسكري الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط التي هي بحال فقدت أو خسرت جزء من هذا الانتشار يعني أن العدو الإسرائيلي يعني هي أهم بالنسبة لها من حماية العدو الإسرائيلي لأن دائما المنافسة الانتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومعرفة معرفة اللعب على أوطار الانتخابات الأمريكية من قبل اللوبي الصهيوني ومن قبل بن يمين نتا يعني أدت إلى أن يكون هذا الحزب الديموقراطي يعني من أكثر الأحزاب الداعمين من أكثر المراحل في حياة الإدارة الأمريكية داعمة للسياسات الإبادة الجماعية في منطقة الشرق الأوسط وتفضل أشكرك جزيلاً سيد العميد النضال الزهوي الخبير العسكري والاستراتيجي حدثنا من العاصمة اللبنانية بيرون النضال الزهوي عد